وابتديت بقى سنة 78 كمدرب محترف مضطر ابتدينا بقى رحلة هنا فيها بطولات يمكن في بعض الناس مش عارفة البطولات اللي حققتها كمدرب في البرتجال لانه كان مثلا بعض الناس اتكلمت وقالت انه يعني مستر جوزيم ما عملش امجاد فضيعة بس انا شايفة لما قريت البيوغرافي بتاعك انه لما بقيت مدرب عملت بطولات متميزة جدا في البرتجال يلا نستعرضها ما كنتش علقاء كتير بس المهم ان اقولي الكلام ده في السنين كلها اللي مرنت فيها في البرتجال دلاتي من سنة فاتت اتحاد الكورة القدم في البرتجال احتفل بمئة سنة عمل حفلة هناك وكان احسن العيب في الجير وكان احسن العيب في القرن وكان فاكر عيب اوزيبيو بس بقى كريستيان رونالدو واختاروا احسن مدرب في الفترة دي كان اربع مرشحين وانا كنت واحد من الاربع مرشحين دول كسب مورينيو اللقاء فانا كنت في احسن اربع مدربين في القرن فاذا شايف احسن احسن جيزة هي الجيزة دي انا كنتش عايز اكون مدرب كورة اصلا في الاوا كنت عايز اكمل اللعب اخويا في سنة 75 اللي اقنعني انو راح اخد كورس المدرب كان فيه الثورة امت في اربع وسبعين وسنة 75 كان فيه جو منخص ثوري في كل حتة فكان فيه 200 واحد مرشح اللي يكونوا مدربين وانا وقت انا ما ايتش نفسي مسجلتش نفسي في الكورس بس عشان كان فيه ناس كتير طولوا الفترة فترة التسجيل لازبوع كمان وفي الازبوع ده اخويا اقنعني اروح لجبونة كنا بعيد 300 كيلو عن لجبونة عشان اروح اسجل نفسي في الكورس ومن غير معوز بيت مدرب كورس